عام لقاتل مسلحة نقود ده كان في لقاء مع ابنائه من الزباط الصف ومن مقاتل الجيش التاني وطلبت كلية الضباط الاحتياط ومعها الضباط الصف المعلمين لقاء كان فيه مصرحة ومكشفة وكلام مع الزباط حاجة تحس ان احنا تطلم دخلنا على اكتوبر اي حاجة تمس اوليها علاقة بالجيش بتشعر كلنا بالفخر والعزة وان الجيش بتاعنا مستعد وجاهز ويكفي ان هو في الشهور القليلة الماضية او في السنة اللي فاتت او السنتين تقدم بقوة في التصنيف العالمي عشان لما حد يقول لك جيشك احنا جيشنا قد يكون ميزانيته هي ال30 او ال40 او ال50 على العالم ولكن بالميزانية دي فهو العاشر على العالم حاليا في القوة واعتقد ان قريبا حيتقدم لمراكستاني تعالوا نشوف الفيديو النهاردة والقاء السيد الفريق اول صدقي صبحي التقى الفريق اول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربية بعدد من مقاتل الجيش الثاني الميداني وطلبت كلية الضباط الاحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين حيث بدأ اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على ارواح شهداء الوطن الابرار ونقل القائد العام لرجال القوات المسلحة تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة وتقديره لتضحياتهم ودورهم البطولي في تطهير سيناء من براثن الارهاب الاسود وهنأ القائد العام رجال القوات المسلحة بمناسبة قرب الاحتفال بذكر انتصارات اكتوبر المديدة والتي جسدت عظمة وبراعة المقاتل المصري وتلحم ابناء الشعب خلف قواته المسلحة حتى تحقيق النصر المبين واشاد القائد العام بما حققته قوات انفاذ القانون من ابطال القوات المسلحة والشرطة المدنية من نجاحات متتالية خلال مراحل عملية حق الشهيد بمناطق مكفحة النشاط الارهابي بشمال سيناء لاقتلاع جذور التطرف والارهاب وادار القائد العام حوارا مع القادة والضباط وضباط الصف والجنود استمع فيه الى ارائهم واستفساراتهم وناقشهم في كل ما يدور في اذهانهم في مختلف المجالات واكد على ضرورة الحفاظ على مستوى الاستعداد القتالي لوحداتهم ليكونوا قادرين على تنفيذ المهام الموكلة اليهم بكفاءة تامة كما قام القائد العام بتكريم المتميزين تقديرا لتفانيهم في ادائهم لمهامهم في الدفاع عن امن الوطن واستقراره حضر اللقاء عدد اشتركوا في القناة